قبل ما اتكلم معكم في اخبار كل الاندية مطشاط الدوري العام وضيفي النهاردة الكاتب الصحفي الكبير اسلام صادق عايزة اتكلم النهاردة عن محمد صلاح محمد صلاح النهاردة بيحرز هدفين والتاني والتالت في ديئة 83 ضرب الجزاء ومن خلال الهدفين دول ليفر بول بيغرد وحيدا في مقدمة الدوري الانجليزي البريمير ليج ب31 نقطة وبيبتعد عن اقرب منافسي بفارق وصل لسبع نقاط احنا بنتكلم او 8 نقاط احنا بنتكلم ان ليفر بول عندها 31 نقطة كل فريق لعب 12 اسبوع بعده يأتي مانشستر سيتي بعد هزيمته الاخيرة بيتوقف رصيده عند 23 نقطة ثم يأتي تشيلسي والارسنال اللي اتنين بنفس ذات الرصيد 22 نقطة ممكن جدا صلاح اللي ضحى باموال كبيرة جدا للانتقال للمملكة العربية السعودية واصر على البقاء في ليفر بول لصناعة التاريخ قبل اي كلام الليلة لازم التحية والتقدير للبطل اللي مشرف مصر والامة العربية محمد صلاح افضل لاعب في مصر حاليا بلا منازع وضيئة واحدة جماعة ضيئة واحدة عايز اقول كمان ان محمد صلاح مختارين في القرى الافريقية عشر لعيبة مش مختارين منهم محمد صلاح شفتوا البوازان في القرى الافريقية وصل لإيه طيب ياريت نفرح بابننا ياريت ما نخليش شكلنا وحش قدام العالم كله لما نقرنه بنجوم محليين رغم احترامنا ليهم محمد صلاح قاعد ومستريح في كتاب التاريخ جنب بيليه وماردونا وميسي وكريستيانو وميسي ميسي طبعا ومحمد صلاح ما ينفعش يتحط في مصر جنب اي لعب كرة محمد صلاح في تاريخ مصر يقعد جنب بمو كلسوم مجد يعقوب نجيب محفوظ أحمد زويل محمد صلاح يا جماعة بيلهم شباب مصر والعرب والعالم كله وبيقول لهم مفيش مستحيل صلاح يا صلاح مصر بتقول لك يا محمد يا صلاح من كل قلبها شكرا كل أطفال الوطن العربي كل أطفال العالم عايزين فنلة محمد صلاح شماقول يا جماعة احنا مش مقدرين الجوهرة اللي عندنا حمد صلاح خلى الغرب كله ولندن كلها وانجلترا كلها تبعد عن فكرة الإرهاب والمسلمين عندهم إرهاب والضحكة الطفولية والأخلاق والاحترام اللي بيشوفوه من هذا النجم اللي ولا بتاع صهر ولا بتاع شرب ولا بتاع لمواخزة وتركيز ولعب كان لسه في الشارقة طبعا من شوية بيقول لهم أنا وصلت لإزاي وتعبت إزاي وعملت إيه عشان أوصل رحم الشارقة رجع جاب جونين النهاردة والناس بتتغنى بصلاح زى إيجيبشن كينج زى ما بيقوله الملك المصري اسمه مصر بيتردد في كل حتة في العالم بسبب هذا النجم اللي انتوا شايفينه نجمنا اللي جاي من قرية بسيطة في الغربية بسيطة اللي كان أبو بيديه عشرين جنيه مواصلات عشان يروح المقولين رايح جاي يفضله جنيه ونص يجيب بجنيه كشري وبنص جنيه يجيب شطة عشان كان بيموت من الجوع نجم اللي انتوا شايفينه ده كان ساعات ييجي يبات على الأرض قدام قط اللبس في المقولين العرب عشان مايروحش ويرجع تاني تاني يوم كان بينام على الأرض وكان يعني بيجيب بطنية كده وينام على الأرض عشان يتغطى بيها عشان السقعة والتلج ده جيري وراء حلمه لغاية ماوصل انه يكون واحد من أعظم لعبت العالم هدا هدا اللعب ده من بالزبط كده من 15 سنة محدش يعرفه في مصر في مصر محدش يعرفه بعد 15 سنة مفيش حد في العالم ماعرفش محمد صلاح لو احنا بنتكلم على عمر الشريف اللي وصل العالمية في هوليوود على نجوم عمر دياب اللي وصل في الوطن العربي كله أشهر على زويل على نجيب محفوظ على مجد يعقوم على كل الناس أشهر شخصية عربية اتعرفت عبر التاريخ ده واحد منهم أو قد يكون هو الأشهر ده لو مش في أي حتة في العالم في العالم في أمريكا في إيطاليا في أسبانيا في ألمانيا في أي حتة في العالم هيشاوروا عليه ويقولوا ده محمد صلاح اللعب المصري زي إيجيبشن كينج زي ما بيتقال عليه شرفوا بهذا اللعب التاريخي اللي بيصنع تاريخ لنفسه وبالتالي بيصنع تاريخ لبلده اشتركوا في القناة